السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بك احباتي في فيديو جديد. كنا فحسنا. ان شاء الله نعمل الوحدة دي وحدة جميلة. تنفع مفرش. تنفع مفرش سبير. تنفع كوكستر. اه تنفع خددية. تنفع بلوفر كارديجان. عملنا لكده الوحدات دي. قلنا طريق تشبكها هي تبقى كده. تبقى شكلها لازيز برضو. وعملنا وحدة شكلها جميلة. احنا عاملين وحدات كتير على القناة. تدري بها تعمليها وحدة كبيرة لتبقى مفرش او تعملي وحدات صغيرة وتشبكيها اه زي ما انتهي. حبا? بسم الله. استخدم اي خيط متاح عندي. انا استخدم هملايا بينه. اه الختين لازم يكونوا نفس السمك علشان يبقى مزبوط. واستخدم ابرة رقم تلاتة ونصف مليمتر. استخدمي اي خيط متاح عندك. وديت بيانات اه بتاعتي. هعمل الف الخيط كده. كاني هعمل دايرة. وهلفها كده. دخل الابرة. واسحب وعمل خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. اخد لفه وادخل في نفس الحلقة واعمل تلاتة اعمدة. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اتنين سلسلة. واحد اتنين. وادخل في نفس الحلقة واعمل تلاتة اعمدة. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اتنين سلسلة. وادخل في نفس الحلقة. شدي كده شوية واعمل تلات اعمدة ادي واحد اتنين تلاتة اتنين سلسلة كده اعملت خمس سلاسل تلات مجموعات بين كل مجموعة جموعة عمودين هلف بقى شدي كده وادخل هنا هو واعمل اخر عمودين معيش هنعمل هنا سلاسل هعمل عمود هعمل عمود اتنين وهسبك فين في واحد اتنين في تالت سلسلة من تحت بغرصة منصالكة اوكي هعمل كده شد دي كده اوكي عشان مش هزا قطع الخيط هجيب بقى اللون التاني وهعمل عقدة هدخل في اي اه فراغ انا هدخل في الفراغ ده عشان ابقى قريبة تمام اجب ده كده القدام وهعمل هعمل خمسة بس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لفة وادخل هنا هو وعمل عمود اتنين تلاتة سلسلة واحدة ادخل في الفراغ بصي الخد ده ماشي معي ماشي بداري كده اقل اعمل في الفراغ اتنين تلاتة اتنين سلسلة تلاتة اعملن في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة سلسل هدخل هنا وهو. واعمل برضو نفس اللي انا عملته هنا. تلتة اعمدة. اتنين سلسلة. تلتة اعمدة. واحد. اتنين. تلاتة. اتنين سلسلة. تلتة اعمدة في نفس المكان. واحد. اتنين. تلاتة. سلسلة وهكرر هنا وهو وهرجع لكم. عملت مجموعة تانية وعملت سلسلة وهاخد لفة في اخر الجزئية هنا طبعا الفتلة دي معي ايا. هتعملي عن اتنين عمود. ادي واحد. ادي اتنين. وهشبك فين? في تلسة سلسلة من تحت واحد. اتنين تلاتة. وهسحب الخيط البني. يركزي بقى كده. اهو. هسحب الخيط البني واقفل بكده. انا هشتغل بالخيط البني. الخيط لا بيض هيروح فين? هيمشي معي كده عشان ما ما تغيرش حاجة. هدخل هنا هو كده. واخد لفة وعمل منزلقة. واعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة. وفي نفس الفراغ هعمل تلاتة اعمدة. ادي واحد اتنين تلاتة. هركزي بقى معي. دلوقتي انا عايزة دي تبقى طالعة كده. يبقى هنا هتبقى فيه ابيض. هسيب الفطلة البني. وامسك الابيض. اسحبها اقفل. اعمل بيها سلسلة. وبعدين اخد لف. وادخل هنا هو. وعمل تلاتة اعمدة ابيض. هسيب الفطلة البيضة. واسحب البني. هعمل سلسلة. واروح دخل في الفراغ هنا. وعمل تلاتة اعمدة بني. اتنين سلسلة. وتلاتة اعمدة بني في نفس الفراغ. وارجع اسحب الفطلة البيضة. واخد لف جوه هنا هو. هعمل تلاتة اعمدة ابيض. واروح سحبها. اسحبها البيضة دي. واسحب البني. وقفل بيها اعمل السلسلة. واخد لف. في الفراغ هنا هعمل تلاتة اعمدة. اتنين سلسلة. تلاتة اعمدة وهكذا لغاية ما خلص السطر ده. اخر سطر هارجع اخد لون البني تاني. واعمل هنا اتنين عمود. واقفل واحد اتنين في تلاتة سلسلة من تحت. بس اسحب اني خيط الابيض. تمام? هدخل هنا. واعمل منزلقة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة. واعمل تلاتة اعمدة هنا هون. هسحب الخيط البني. ليه? علشان انا عايزة البني دي يطلع هنا كده كده. البني يشغل هنا وهنا. فياخد لفة. واعمل هنا تلاتة اعمدة باللون البني. سلسلة. وهعمل هنا بني تاني. هسحب الخيط الابيض. واعمل سلسلة. اريحها كده عشان متبقاش مشدودة من وره. وبعدين اخد لفة وفي الفراغ دي هعمل تلاتة اعمدة. اتنين ايه. ريحها كده. تلاتة اعمدة اتنين سلسلة تلاتة اعمدة. هسحب لون البني سلسلة. وهعمل هنا تلاتة اعمدة سلسلة تلاتة اعمدة. هنا هون. هكمل هنا. نفس ما انا عملته النحياتي في باقي السطر كله. في اخر السطر هسحب الخيط الابيض. في اخر السطر هسحب الخيط الابيض علشان اقفل به. وكل مرة تبقي مريحة الخيط كده هون. هعمل هنا اتنين عمود. واحد. اتنين. واقفل في تالت سلسلة من تحت بورزة منزلقة وهسحب اللون البني. تمام? تمام. كل مرة هبتقبل لون غير اللون. يعني انا هلوقتي هعمل هنا هون منزلقة. واعمل واحد اتنين تلاتة اربع خمس السلاسل. واعمل تلاتة اعمدة في نفس المكان. كل مرة واقعها هتشوفي. انا لوقتي اللي الابيض عايز اكمل كده. فاروح واخداء الابيض. وسحبها. عاملة بالسلسلة. وبعد كده اروح عاملة هنا تلاتة اعمدة ابيض. دلوقتي عايز اكمل البني. هاروح سحب البني. وهكزا. هسحب البني كل مرة رايحة كده. واعدين اروح داخلة. عاملة تلاتة اعمدة هنا بني. وبعدين اروح سحب الابيض تاني. واعمل تلاتة اعمدة ابيض. دايما نتأكد ان هي مفروضة ومريحة. اخر حاجة هسحب البني علشان اعمل بالزاوية تلاتة اعمدة. اتنين سلسلة تلاتة اعمدة. وهكرر اللي انا عملته هنا تاني. كده. هنقرر بقى هنا. حب كده امرات هتبدو بقى الكراري. يعني الدور اللي بعدي هيبقى هنا برضو. الابيض هنا وهنا. هنا. الابيض هنا وهنا. والبني هنا وهنا. والابيض هيبقى هنا وهنا. ماشي زي السطر القبلي. والكبر يبقى لغاية ما اسمع ان انت عايزها تعملين مفرز صفر مفرز سرير. اه شنطة خددية. اه بلوفر اه اه كارديجان. اي حاجة هتعملين مفرز تشبكيها. هتبقى لزيزة جدا. اشوفكم على خير في جديد. والسلام عليكم وحط الله وبركاته.